بس مشاهدين الكرام نفتح ملفنا للنقاش الملف الثاني للنقاش هذه خصصنا لهذا الموعد الإخباري الثالث إذن مشاهدين الكرام التصنيع العلمي والتكنولوجي في قلب البدائل الاقتصادية للجزائر الجديدة المؤسسة الناشئة والمبتكرة أمام حتمية تعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني وكورونا يحرك عجلة المؤسسات الناشئة والمبتكرة في الجزائر كل هذا أكثر مع ضيف الوساد الرحماني مصطفى محافظة الصالون الدولي للتصنيع العلمي والتكنولوجي الحاضر معي في الستوديو أهلا بك سيد الكريم شكرا لقبولك الدعوة مرحبا بكم أهلا بكم واشكر قناة النهار على هذه الاستضافة الطيبة وهذه الانتفاتة لهذه المشاريع الصالون الدولي للتصنيع العلمي والتكنولوجي في طبعته الثالثة ليس كذلك الثانية في طبعته الثانية الثانية تحت شعار التصنيع العلمي والتكنولوجي في قلب المدائل الاقتصادية للجزائر الجديدة كيف ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى الدولي للتصنيع العلمي والتكنولوجي بطبعته الثانية هو ملتقى سيباشر إن شاء الله في برنامجه العملي أو في تحذيراته دمج البحث العلمي التطبيقي وبراءات الاختراع في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الإستراتيجية الصناعية للجزائر الجديدة 2020-2030 بمعنى البحث العلمي يسبح آلية اقتصادية وبرنامج عملي تنفيذي في المؤسسات الاقتصادية الحالية الموجودة في السوق ونطمح في برامجنا هذه وعلى رأسها تحذير هذا السالون الدولي للتصنيع العلمي والتكنولوجي نريد أن نصل إلى هدف أن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية العامة أو الخاصة تؤثر الباحث العلمي عن طريق معاهدات ثنائية ويصبح الباحث العلمي يعمل في هذه المؤسسة وتستفيد منه المؤسسة ويستفيد منه الاقتصاد بالنتيجة من بين ما نطمح إليه في هذا الملتقى الثاني وخاصة من هذه الظروف الاقتصادية والأمنية التي تأمر بها الجزائر والتي هي من جانب آخر محفزة هذه الظروف سأفتح قوس هنا محفزة لكل أصحاب المشاريع وأصحاب الأفكار وأصحاب القدرات بأن يباشروا ابتداء من هذه اللحظات حلولاً اقتصادية اجتماعية علمية وخاصة أن الظروف الاقتصادية الدولية لا تسمح بأن نتريث أكثر من أكثر أو ننسحب من ساحة الحلول الاقتصادية الآن في سراع دولي، سراع محلي، سراع قاري وبالدرورة أو بالنتيجة هذا السراع وآلياته وأبجدياته ونتائجته خاصة ستنعكس بطريقة أو بأخرى على تصرفاتنا اليومية في مؤسساتنا أو في جامعتنا أو في كل نشاطاتنا نريد أيضاً عبر هذا الملتقى الدولي للسعلم التكنولوجي المشاركة مع الهيئات الحكومية ورئاسة الجمهورية ونشكر الهيئات الدولة التي ترافق هذا المشروع في هذه الطبعة الثانية أقصد الرعاية السامية نريد التأسيس لستراتيجية وطنية لإنشاء المؤسسة المتوسطة بالاعتماد على الاختراع الصناعي والبحث العلمي لأول مرة في تاريخ الجزائر نريد أن نباشر مؤسسة متوسطة أساسها بحث علمي تطبيقي في كافة القطاعات اقتصادية نريد لأول مرة في حياة الجزائر أو في تاريخ الجزائر بحث الاختراع هذا أو براءة الاختراع المسجلة عند المعهد الوطني للاختراع أو براءة يولي مؤسسة متوسطة نريد أيضاً من العصاميين أن يظهروا والآن أظهروا لأن قدراتهم لم يشغل في وقت الكورونا أما قبل الكورونا في بلاتو كما نهدتني في النهار تي بي في 2016 فتنة في نفس الإطار في الملتقة الدولية طبعاً أولى وبينت النهار تي بي على كل حال مشكور عليها شاريت حولها كامل اختراعات شباب اختراعات تكنولوجية مادية لأن تستسرح كل المؤطرين الاقتصاديين والاجتماعيين والماليين وخاصة الحكوميين في ذلك الوقت جميل هذا ما نريده ونملك المادة الأولية أيضاً وهو أهم شيء وطبعاً الماضية كانت تحت شعار ياسوي كان نعم نستطيع هل نستطيع الآن تطبيق كل هذه الأفكار وقلت قبل قليب أن ساحة الحلول الاقتصادية مفتوحة ساحة الحلول الاقتصادية في الجزائر أيضاً مفتوحة قلت في العالم الآن في الجزائر نحن نبحث عن تنويع النسجة الاقتصادي الوطني نبحث عن حلول بديلة نبحث عن إمكانية جديدة شباب المبدع الآن وشباب المبتكر البحث العلمي الآن الأرض خصبة أمامهم من أجل أن يقدموا الإضافة هل يمكننا ذلك الآن؟ بالنظر إلى الإمكانية الموجودة أمامنا سؤال ممتاز وإجابته تحتاج إلى أمور عملية أجيبك بأمر عملي أيضاً أسسنا في هذه المحافظات على السالون الدولي للتصنيف التكنولوجي بالطبع الثاني الذي سوف يقام أواخر نوفمبر إن شاء الله لجنة وطنية سمناها اللجنة الوطنية للمقاول المبدع وهذه اللجنة تهتم مباشرة بأصحاب البحث العلمي التطبيقي والمختارعين والعصاميين ملف على كل حال معلومات حول المشروع حول القدرة البشرية حول الأهداف الاقتصادية أيضاً هذه اللجنة الوطنية للمقاول المبدع للمقاول المدينة الوطنية للمقاول المدينة والمؤسسة الأولى تانا هي سوف تباشر المرافقة الميدانية وفتح المؤسسات المباشرة المتوسطة بتعبيد الحال بالاعتماد على البحث العلمية التطبيقية في قطاعات اقتصادية الشتاء واختراعات وقمنا بعدة اتصالات على كل حال قمنا بالاعتصال مع عباقرة جزائرين وعلى رأسهم من بروفيسور حبة وأشكره من هذا الممبر وانا في اتصال معه آخر تصريح له قالنا إن شاء الله بعد الكورونا أنا في مشاريع كما هذه نناقش الحضور أو غير الحضور لكن نناقش كيفية المشاركة إن شاء الله كيف يمكن للشباب المبدع الآن والمبتكر أصحاب الأفكار الآن كيف يمكن لهم أن يتواصلوا معكم حتى يطرحوا أفكارهم يطرحوا اختراعاتهم أيضا عنا مركز الانترنت www.pcmcons.com يتصل على المباشرات يدخل في الوصيد يلقى كل الأمور نتكلم فيها الآن وأكثر منها بدقة وعملية وميدانية على كل حال هذا الصالون سيكون من 23 و 24 و 25 و 26 و 20 من شهر نوفمبر 2020 لكن التحضيرات قمنا بمباشرتها منذ أيام منذ شهرين ثلاثة لكل حال الآن رأنا في أمور ميدانية وعملية الأمور الميدانية التي تهملنا الشباب لبحث علمي تطبيقي أو عنده اختراع أو عنده فكرة عصامية تؤسس من بعد أو تبلور إلى مؤسسة متوسطة يتصل من الآن في هذه المحافظات على الصالون الدولي والاتصال ما هذا يعني هنا التسجيل في هذا الصالون الدولي التسجيل يعني تحضير المؤسسات ما بعد اختتام صالون الدولي إنه ما بعد اختتام صالون دولي سوف نبشر هذه العملية التنفيذية تحت فتح المؤسسة عن طريق إطار قانوني إطار تجاري وإطار اقتصادي بحث خاص بنا بهذه المؤسسات وعلى كل حال شفاء مؤسسة سوف تكره قانوني هذه المؤسسات يدير التوجيه العلمي والمالي والتجاري على كل حال توجد الكادر من بعد الكادر جريديك الذي سوف يكره المؤسسة حبي الله ساج حبي الله ناك حبي الله ندي حبي ديارة وحدة لدينا برنامج تجاري بحث خاص بنا لقد نسميناه الانترابرنور انوان وخرجناه نجيد في دليل ميداني سوف يطبع في السوق إنشاء الله في هذا الصيف وسميناه كيف تنجيه مؤسساتك المبدعة ويحصل استقرالياتك المالية في ستتأشهر كمان تقرأي صنع انترابرنور انوان وعيشي صنع الاندبندنسة في نسية هذا يستميز مميزة على الجارحة الابطاء ورثبتهم أنقرح المنوطة حيث يوم فإنه هؤلاء أستطيع وراءة الإخدام يجب أن الدعم لكي يوجد واضح العرض أستطيع أن تستخدمين أجنبية أيضا فتح المؤسسات أو مرافقة فتح المؤسسات بميكانيزمات تعتمد على التسويق تعتمد على تقنيات الاتصال تعتمد على تسيير الحديث للمؤسسة وتعتمد أيضا على المقاولة الحقيقية وتعتمد أيضا على الكوتشينج أو الدعم المباشر فيما يخص الموارد البشرية جميل تحدث أيضا قبل قريب ما يخص الأهداف المباشرة المتقد الدولي التصنيع العلمي والتكنولوجي أكيد الآن أصبحت لكم خبرة إذا تحدثنا عن الطبعة الماضية لهذا الصالون التي كانت كما قلنا بشعار يسوي كان نعم نستطيع الآن ماذا استفدتم من الطبعة الماضية حتى تطورون من خلال هذه الطبعة الثانية يعني الطبعة الجديدة أشكرك على هذا السؤال أولا الاستفادة مجرد أنك تدير طبعة ثانية وتباشرها هذا يعني أنك آمنت بالطبعة الأولى وخفوت برنامج ووصلت إلى داوي الحقوق أو الذين لابد أن يصل إليهم أول الاستفادة هي أن الدولة الجزائرية أول مرة في تاريخ البلاد على كل حال لست ولا جولا سياسيا ولا نباشر السياسة في الجزائر قلتها تاني في النهار لكن يعجبني الطرح الرئاسة ولست أشكر أي إنسان على كل حال إنسان تقنقراطي ومن بالمنموس ومن بالأمور العلمية الإيجابية أول مرة فيما يخص رؤية الوضع الاقتصادي لما بعد كورونا بارك الله وفيه لمسناها الآن رئاسة الجمهورية تأمر تخرج قرار وتأمر بالتحذير لإنشاء عدة وكالات على رأسها وكالة الطاقة وكالة الصحة ومن بين الوكالات الله يبارك على كل حال الوكالة الوطنية للإبتكار لأول مرة في تاريخ الجزائر تؤسس وكالة خاصة بالإبتكار وهذا الموضوع هذا وهذا المشروع نادينا به نحن في 2017 وقلنا لابد من تأسيس وكالة وطنية للإبتكار منها أجنس ناصونال إينوفاسون ودرنا حتى الملف ومدناها لرئاسة الجمهورية في ذلك الوقت لكن الرئاسة بين الواقع كانت تمشي في ود وحنا كنا في ود آخر كانت من المنسبة طلب الرعاية السامية على الملتقى الدولي في طبعته الأولى قدمنا مشروع سميناه في البريبي كمباني إنترنسونال دين ديوشي سانتوبك تكنولوجيك ولكن يحطوه باسم الهيئة الدولة معناتها الحكومية أو البيبليك أعطيناها اسم آخر سميناه الأجنس ناصونال إينوفاسون الهدف بتاعه هو فتح المؤسسات المتوسطة فتح المؤسسات المتوسطة بالبحث العلمي بالاختراع أو بالعصامية العلمية أو الاقتصادية ونزيد أيضا منذ شنوات وحنا ننادي من أجل هذا الطرح لكن ما نقولوش باللي الناس ما سمعته ولا واحد يكون تاني سلبي نقولك الآن بدينا نشوفه بوادر بهذا التسليل الحديث للجزائر الجزائر الجديدة جزائر 2010-2020 الآن نطالب في هذا الملتقى الدولي السعيم التكنولوجي ونخاطب الآن المؤسسات الاقتصادية نخاطب أيضا هيئات تشغيل وفتح المؤسسات نخاطب البنوك حاليا ونخاطب أيضا الجامعات ومراكز البحث العلمي داخل الجامعات وخارج الجامعات الآن أظن أنه الوقت حان لكي نؤسس لهذه الاستراتيجية الوطنية بحيث كل الناس تشارك بها بحيث كل قطاعات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية مام السياسية والقانونية لابد من أن بلو مارشال سي جوز ديخصار أن بلو مارشال مباشرة نروح للبحث العلمي ونروح للاختراع لفتح المؤسسات المتوسطة الحقيقية جميل سنواصل النقاش سيد الكريم سيد الحمالي مصطفى محافظة السالون الدولي لتصنيع العلم والتكنولوجي فالما عنده هذا المحور كورونا يحرك عجلة المؤسسة الناشئة المتكرة في الجزائر بما أنك كنت تتحدث قبل الفاصل سيد الكريم فيما يخصها الوكالة الوطنية للابتكار ورؤية رئاسة الجمهورية أيضا لاقتصاد الجزائر ما بعد كورونا وتنوع نسيج الاقتصادي الوطني الذي أصبح أكثر من حتمية بالنظر إلى الجزائر بالرعى النفطي حتمية الآن الانتقال إلى تنويع نسيج الاقتصادي لأجل تنويع المداخل على الاقتصاد الوطني كل هذا لا يأتي إلا بالاعتماد على مؤسسات من هذا النوع ليس كذلك والوكالة الوطنية للابتكار تنتظرون منها الكثير بارك الله وفك على هذا السؤال على كل حالة أحيي الصاهرين على هذه الوكالة وعندما يطلب مننا المشاركة نحن جاهزون لكن نحن في قطاعنا الخاص باشرنا العملية على كل حال قلت لك التسمية تحا إينوفلس وسوف تهتم بهذا المؤسسات الناشئة والمتوسطة وخاصة معناتها البانال الدستربيشون تحا والدإكزيكوشون تحا سمحني هو الباحثين العلميين لديهم مشاريع بحث علمية تطبيقية في قطاعات اقتصادية شتى في الإلكترونيات في الطاقات المتجددة في الفلاحة في السياحة في الرأي في الصناعة الصناعة الغذائية صناعة الطيران صناعة الأقمر الصناعية كامل صناعات الأدوية هذه الصناعات كانتها في وقت مضى بوعبع ولا أنتابو واحد كي تكلموا يقول لك وشك تحكي ترك بيت صناعنا هذه ترك بيت ديرنا هذه هذه الكورونا خيرو دليل على ضعف الشخصية الجزائرية في ذلك الوقت الحمد لله ما كانش كامل أشخاص يخمو كما كانوا يخمو هذه الناس قالك من المستحيل السبعة وديجل جزائر هذه ولا العالمي الثالث زيد لك قرن قرنين ثلاثة ولا تبعت فرنسا ولا الحكة الألمانية ولا حكة أفكار ميتة قاتلت الإرادة وشلت التفكير وشلت المبادرات أضف إلى ذلك سياسة الأسستانة على الحكومات المتسابقة هذه صفية 20 سنة وخلت الإنسان مجلول أيضا كما صرح لهم واحد شخصية سياسية لكل حال لا أذكرها وربعها فيها لكل حال قال لك الشعب الجزائري 90% منها قاعدة فونكسونية ما كاش لي حب يدير المقاولات الحقيقية صبحنا ندير المقاولات في سنين مضت عن طريق الصالونات عن طريق مكاتب مجرد جافة والنتائج كيف ننتقل إلى الميدان إلى التطبيق لابد كل الفاعلين الاقتصاديين والعلميين والاجتماعيين هذه تمشروع الدولة ده مشروع مجتمع ده باش يدير الوثبة الاقتصادية مشروع مشروع مستقبل مستقبل طيب يتحب يشارك في كامل قطاعات المجتمع إذا كان قطاع من قطاعات يبقى هكذا باصيف ويقعد يشوف ويستنى السماء تمطي الذهب أو في الضعب لكن الجامعات ترهي توجر معزولة على الواقع الاقتصادي وما زالت ما فهمتش هذه العلاقة بين المؤسسة والباحث العلمي ولا بين المؤسسة والمنتوج العلمي وبقى تغيفي نظريته في كتب ويستنى الدولة والرئاسة والحكومة دائما تعطي البرامج وتعطي الجديد هذا الشيء اسمح لي لا يمكن أن يحقق لا الوثبة الاقتصادية ولا التغيير لإيجابي الاجتماعي المنشود المطلوب الآن يا أخي ما كاشكي من موت ربي يطول في العمار الكورونا هذه ولا أمرات أخرى هددت البشرية في حياتها وخلت الإنسان في نفس الوقت في هذا التهديد يبتكر أن الميسسسر هو واضح هذا الجملة واضحة مع أنت إذا أردت أن تبتكر ولأن تصنع ولأن تقدم بديل وتقدم إضافة اقتصادية أتكلم عن مؤسسة اقتصادية الآن أتكلم مع الباحثين أتكلم أيضا مع أرباب العمل وأتكمل مع هيئات التشغيل والمنظمات الباطلونة والمنظمات العلمية ومختارعها والمنظمات الوطنية والدولية الناشطة فيما خص الاقتصاد وتطوير العلمي والتكنولوجي وتطوير البلد بصفة عامة إذا كانت الكورونا ونحن مهددون في أرواحنا وظهرت لنا ابتكارات من هؤلاء الشباب من هؤلاء المختارعين هذا ندروا صنداج دراسة علمية وحقيقية حول هذا الظاهرة نقول في الجزائر هناك المؤشرات هناك البوادر هناك القدرات وهناك الوسائل لإطلاق مشروع وطني تصنيعي حقيقي اعتمادا على البحث العلمي والمختارع أو الاختراع أو براءة الاختراع والإسلامي بمعنى نطالب الآن من الرئاسة الجمهورية من الموزارات المعنية خاصة وزارة الصناعة والمؤسس المتوسطة والمؤسسات أو الحاضينات ومؤسسات أيضا وزارة التجارة وزارة التشغيل كلها يخي اجتماع عاجل حكومي رئاسي ما تسمي دروق بلون أورساك لفتح المؤسسات الحقيقية وبداية حلول المشاكل الاستعجالية لكن نضع الاستراتيجية يا ربي تعالى عشر سنوات القادمة فقط جزائل جديدة عام ٢٠٢٣٣ ونضع لأنفسنا هدف رقم شيفر نقول مننا دومي ترونت عننا يا ربي خمسمائة ألف مؤسسة متوسطة ببحث علمي وباختراع في كامل اقتصاعد لابد أن تنجز كما تقررت عدة مشاريع بهذه اللغة تعالرئاسة وتعالحكومة والمجتمع المدني والمجتمع العلمي والمجتمع المالي سوف يشارك بطريقة أو بأخرى لكن نريد قرارات جريئة كما قالت لخرجة تبارك الله لكن نريد أيضا ذوي التخصص ذوي المهنة هم الذين يباشرون هكذا مشاريع خاصة في التنمية الاقتصادية ماذا يمكن أن نقول في الله خير فيما يخص هذا الصالون نحن هنا نتنبأ إن شاء الله على كل حال حضور قوي في هذا الطبع الثاني للملتقى الدولي التكنولوجي إن شاء الله أيام 23 24 25 26 من شهر نوفمبر 2020 إن شاء الله نتوقع حضور قوي لا من حيث المعارض سنوبر البحري إن شاء الله لا من حيث المشاركين ولا من حيث العارضين ولا من حيث الشركاء لأنك نقول لك الملتقى الدولي للتسليم التكنولوجي للتسليم التكنولوجي نحن نريد حضور أكبر عدد من المؤسسات في كامل القطاعات الاقتصادية وأكبر عدد من الباحثين العلميين ومآهد ومراكز وطنية أو دولية وأكبر عدد من المقررين لفري دي سيدور دولي طا بور دي سيدي انفري استراتيجي ناشونال تعالى دي سونيا في نير للنهوض مباشرة بالاقتصاد وأيضا التحذير للنموذج الاقتصادي الحقيقي الجزائري المبني على اقتصاد المعرفة واحترام القدرات البشرية وفتح المجال للمبادرات الخلقة إن شاء الله هذا ما نتمنى أيضا أستاذ الرحمن مصطفى محافظة صالون الدولي للتصنيع العلمي والتكنولوجي شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم وإيدك مبارك إن شاء الله بارك فيك إيدك مبارك واشكر قناة النهار على هذه الاستطافة شكرا لك